حُسم اليوم رسمياً لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو بمعنى أضاق احتفل اليوم منشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي أمام شيلسي والفوز على شيلسي بهدف الفارس هدف دون رد إمارح كان أرسل طبعاً بخسرته أمس أمام نوتنجام فوريست كان أهدى مبكراً اللقب ليه منشستر سيتي بس اليوم كان يوم الاحتفال لمنشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي حكاية ما بقدرش أقف كتير عند منشستر سيتي ولا عند بايرن ميونيخ ولا عند بارشلونة الفرق اللي دربها على التوالي بيب جوارديولا أنا دايماً تلقائياً لا إزي ما أقف عند بيب جوارديولا هذا العبقري الاستثنائي والله يتشجعه وما تشجعه وش أنا قلت الكلام ده قبل كده أنا بيب جوارديولا مشجعش أي فرقة بحبها بس هو بيب جوارديولا زي ليوني الميسي برضو على حظ السيء إن ليوني الميسي ما لعبش مع أي فرقة بحبها بس هو ليوني الميسي ما تقدرش تعترف غير إنه ده استثنائي في كرة القدم في اللعب يعني وده استثنائي في التدريب بيب جوارديولا ليوني الميسي بيب جوارديولا النهاردة لما بيتكلموا معاه في بعض التقارير الصحفية بيقول لهم يعني كان مجهود صعب جداً بس الانتصار كله يحسب لللاعبين لا لا ما تهزرش الانتصار كله يحسب لك آه فيه في منشستر سيتي هالند فيه كيفين دي بروينا فيه محرز فيه جريليش فيه دياز فيه إيدرسون فيه ووكر فيه دعيبة ونجوم عظيمة وعبقرية فيه في باير ميونيخ كان فيه تشابي ألونسو وكان فيه ليفا وكان فيه مولر وكان فيه كل وكيميتش كان فيه أسماء عظيمة فيه في برشلونة طبعاً إنيستا تشابي لون الميسي وسواريز وإدتو كل الأسماء العظيمة بس فيه بيب جوارديولا هو اللي بيخلي الأسماء دي لو هي عندها مهارات وإمكانيات بنسبة ستة سبعة من عشرة بيخليها أحداشر من عشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر بيخلي كل اللعيبة اللي معاه خارقين للعاد كان نفسي أرسنال يكسب الدوري بصراحة مجدبش عليكم وانا مش عشان بشجع أرسنال ولا حتى عشان متعاطف مع أرسنال التاريخ اللي بقاله سنين ما بياخدش الدوري بس انا كنت متعاطف مع محمد النيني يعني كان نفسي محمد النيني زيه زي محمد صلاح يبقى معاه لقف الدوري الإنجليزي بس المنطق والواقع والعدل يقولوا ان لازم بيب جوارديولا ده يكسب أي بطولة لا يكسب دوري يكسب دورة أبطال أوروبا يكسب كسل اتحاد يكسب دورة رمضانية يكسب دورة خمسية يكسب أي حاجة بيب جوارديولا بصراحة مفيه زيه في العالم فاز منشستر سيتي خلاص بالدوري فاز وتحسم خلاص المراكز كمان المؤهلة لدورة أبطال أوروبا واليوروبا ليج يعني هم نتكلم في أول منشستر سيتي تاني أرسنال والتالت نيوكاسل والرابع منشستر يونيتد هذه أربعة لعب دورة أبطال أوروبا وفي الخامس والسادس هيبقى بين برايتون وليفربول يعني ده خامس وده سادس العكس فخلاص يوروبا ليج بين برايتون وليفربول والأربعة الأولى اللي اتلاك عليهم والهبوط ساوس هامتون خلاص ضمن الهبوط ولسه بقى لسه في كلام على الفرقاتين التانيين ده الدوري الإنجليزي أهم دوري في العالم ترجمة نانسي قنقر